بسم الله الرحمن الرحيم إخواني أخواتي رواد الفيسبوك عموما وخصوصا مجموعة مواطن متطوع وجميع المجموعات الأخرى التي تطوعت وتعبأت في المرحلة الصعبة من تاريخ البشرية ومن تاريخ بلادنا أريد أن أشكركم جميعا على المبادرة ديلكم الإيجابية التي تتميز بالوطنية وإرادة الخير وبالتضامن الوطنية الواسعة جدا لا شك أن هذه المجموعات ديلك الفيسبوك لتعبأت باش تدير واحدة عملية دي التوعية دي المواطنات والمواطنين في هذه اللحظة اللي كنعيشها التوعية بمخاطر هذا الوباء التوعية بالوسائل الضرورية باش القوموا هذا الوباء التوعية بطرق لإنجاح الحجر الصحي الطرق التي يمكن أن تساعد أيضا على مقاومة الأخبار الزائفة هذه واحدة المهمة وطنية كبيرة جدا لا يمكن للجهود الرسمية أن تنجح في مقاومة هذه الوباء إن لم تساندها وتتعاضد معها وتضمن معها جهود شعبية مدنية مواطنة لتوسيع التوعية في صفوف المواطنات والمواطنين باش يمكن أن ينجحوا هذه العملية لا يمكن أي إجراء ينجح إلى مكان المواطنين من خرط من خرط بإرادة بطبيعة الحال ولكن أيضا من خرط بوعي بمعرفة بمعلومات صحيحة دقيقة فلذلك أنا كن نحييكم على هذه المبادرة رضي لكم وكن نشد عليها ديكم وكن نقول لكم بأن العمل اللي كتقوم به عمل مهم جدا مهم جدا أساسي الحمد لله بلدنا وبقيادة جلالة الملك ستطع تأخذ عدد من الإجراءات ده الطبع الاستباقي وتكون نموذج في هذا المجال وهذا الإجراءات ده الطبع الاستباقي احنا حسين عارفين بأنها صعبة بأنها قاسية على عدد من المواطنات والمواطنين وخصوصا لكي تقفوا العمل لهم خصوصا في القطع الخاص خصوصا المهنيين لكن لا بد مما ليس منه بد خصدروري نجحوا هذا الحاج الصحي كي نحمي بلدنا ونحمي موطننا ونحمي أخواتنا وإخواننا من هذا الوباء ومن تداعيته الحمد لله إلى حد السعاء الوباء عندنا استطعنا محاصرته والتقليل من حالة دياله في حدود معينة باقي عندنا بعض البؤار باقي عندنا مرة مرة كي تبرز لنا أحد المكان اللي كي تنتشر فيه العدوى بؤار دي الانتشار العدوى وهذه الشي خصنا فيه الوعي وخصنا نقومه جميعا جميعا كل من موقعه كل من حسب المسؤولية دياله والصلاحية اللي عنده باش نحصره بما أمكن هذا الوباء وأيضا التأثيرات الاقتصادية والتأثيرات الاجتماعية احنا وعين بها وانتم أيضا بطبيعة الحال كتشوفوا المواطنات والمواطنين كأين هالتأثيرات ورغم أنها صعبة إلا أن عدم الالتزام بالحجر الصحي وعدم اتخاذ القرارة الضروري فالالتجاه ستكون الكلفة دياله أقصى بكثير وأصعب وأغلى تمنا من هالتأثيرات ديال الحجر الصحي فلذلك أنا كنحييكم كنقول خاصة نتعبئوا جميعا باش نسجحوا هذه المرحلة وإن شاء الله ونخرجوا منها بأقل أقل ما يمكن من الخسائر لا أود في الأخير أن أترحم على جميع الذين تؤفوا من إخواننا وأخواتنا نتيجة هذا الوباء نسأل الله سبحانه وتعالى يرحمهم ويغفر لهم ويصبر الأسر ديالهم والأهالي ديالهم ويعوضهم خير إن شاء الله وأيضا نتمنى على الله وأسأل الله سبحانه وتعالى الشفاء لجميع المرضى جميع المرضى أسأل الله لهم الشفاء وأتمنى لكم كمجموعات مناضلة مدنيا ومناضلة توعويا ومناضلة إذا أن نقول افتراضيا وأيضا واقعيا كنتمنى لكم كل التوفيق وكل النجاح وكل التحية شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته